صح 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 ماروتنا آه كل الأشخاص المهتمين يعرفوا عن أبراجهم وأبراج الأشخاص اللي بيحبوهم بيقدروا أي كيد يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك أو يحكونا هل الرقم سيظهر أسفل الشاشة لكل متابعي عمان تيفي قبل ما ناخد الاتصال ميسون دورة فلكية جديدة قلنا لشهر تمانية لشهر تمانية فاللي حابب يعرف عن توقعات برجه لهذه الدورة إحنا مستعدين لاستقبال جميع استفساراتكم ناخد أول اتصال ألو صباح خير نادية صباح الورد ممكن أسأل عن برج الثور برج الثور محمد برج الثور أوكي شكرا رح أحكي لك عن برج الثور بس لقدام تعودنا أنه البرج التعبان نحكيله هيك ملخص عشان يستفيد برج الدلو آخر عشر أيام من شهر سبعة كان عنا خسوف عم بيأثر عليه بشكل كتير كبير وكان عنا تراجع المريخ ببرجه ببرج الدلو رح يظل معه لواحد وعشرين الشهر واحد وعشرين تمانية فالأشياء اللي رح يحتاط منها المشاكل القانونية يعني يبتعد عن أي قال وقيل خاصة مع الغرباء خاصة مع مخالفة القوانين التدخل بما لا يعنيك هذا كله بدك تبعد عنه بهذه الفترة لأنه مش من مصلحتك ما تكسب أعداء بهذه الفترة وما تدخل بنقاشات حاول تختصر الأمور للعشر أيام الأخيرة من شهر ثمانية من شهر ثمانية طيب حلو كمان اتصال محكينا للثور يلا قضي العلون حكي لتنين هلو هلو ياه كتير مدور استوديو اليوم أهلا يا طيك العافية الله يعافيك يا عيسى من العقبة أهلا بأهل العقبة الكرام كيفك شوف وارك الله يخليك أستاذ عيسى تفضل نغلبك أنا مولي تلاتة وعشرين سبعة ما بين الساعة تمانية وتسعة المسع تلاتة وعشرين سبعة سنة برجك شو الضغط نفسي وضع مش مضبوط ضغط نفسي وضع مش مضبوط لما تبدو يظلوا هيك الوضع يا سيدي إن شاء الله الله بفرجها علينا جميعا شكرا لإلك أستاذ عيسى تفضلي ما يسوي السرطان ما أخذ من الأسد يعني هاي المسألة أنه الأسد كان تعبان بشهر سبعة هلأ أحكينا صح صح هلأ قلت فبيأثر عليك بشكل سلبي غير أنه السرطان عنده مشاكل مادية وعنده تراجع شوي بسيط بالعلاقات الاجتماعية نحكي لك عن نحكي عن الثور ونرجع ل يلا تفضلي قلنا الأسد ولا شوفي هاتي نحكي عن السرطان بما أنه الأحكينا ما أخذ من الأسد وبعدها نحكي للثور السرطان شهر جيد للتسويات والنقاشات فيه كثير من الانفراجات بخطط لشراء عقار أو سيارة بشهر تمانية كثير من برج السرطان رح يصير عندهم مشتريات لذلك انتبهوا لمصاريفكم وأعملوا ميزانية مادية أكثر من مرة بهذا الشهر انتبهوا لعمليات النصب والاحتيال أو السرقة أو نسيان أو ضياء بعض الأمور المهمة عندكم كمان الأسبوع الأخير ممكن تحتاج لدعم وراحة وعاطفيا جيدة للمرتبطين وغير المرتبطين نعم الثور برج الثور الثلاثة أسبوع الأولى فيه ضغوطات كتير كبيرة يعني زي الدلو العشر أيام الأخيرة هي اللي فيها راحة وبدنا نقول أنه عليك بالدبلوماسية خاصة مع العائلة يعني فيه مع أحد أفراد العائلة فيه تراجع بسبب بعض الأمور قد تكون مادية أو قد تكون لعلاقات اجتماعية فتنتبه أيضاً للوضع العاطفي جيد للمرتبطين وغير المرتبطين وكون حاسم بدراسة يعني حاسم بدراسة مش تحسم بدون ما تكون عارف كل التفاصيل يعني أدرس الموضوع قبل ما تأخذ ناخد كمان اتصال ولا نحكي عن برج القوس يلا قوس القوس الكثير في حركة وتخطيط وتنقل هذا هو الشهر الانفراج لبرج القوس عليك اعتماد الحكمة والدبلوماسية والاستماع الجيد عند المناقشات كثير من الأمور الجديد من نوعها رح تنطرق على هذا الشهر لبرج القوس لذلك خليكون اختيارك صح لأنه أي اختيار غلط ممكن يخلي أمورك تتراجع وعاطفياً شهر جيد فيه أخبار سعيدة وفيه جلسات عائلية كثيرة للمرتبطين والشهر مناسب للالتقاء بالشريك المناسب لغير المرتبطين يلا فيه عنا ألو 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 مرحبا أهلاً الله يعافيك مين معنا محمد درايكي من الرمثة أهلاً بأهل الرمثة ألا فيكي حبا يبنا تفضل أستاذ محمد الله يخليك أخلمك أنا شهر 12 شهر 12 أي يوم أربعة أسماعش القوس هلا حكينا حكينا عن القوس أستاذ محمد بس ببع إنه ما كان سامع بس سكة عطيئة كتير كويس القوس يعني من الأبراج المرتاحة جداً نعم عندك تخطيط كتير كبير بهذا الشهر الأبواب مفتوحة والفرص كتيرة لذلك عليك انتقاء الفرصة الجيدة وما تخطئ بهذا الاختيار لأنه مش من مصلحتك ممكن يخلي أمورك تتراجع والوضع العاطفي ممتاز جداً للمرتبطين وغير المرتبطين ألو كتير هاي الجملة بموت عليها للمرتبطين وغير المرتبطين يلا ألو ستناديا كيفك؟ الله يخليك شو أخبارك؟ أهلاً يا علي ستنادي أنا جاب أبعطلك على الانستجرام شوفيني برج الدلو شوفيني برج الدلو وانا تريد عليك يلا يا أستاذ علي هلا بنجيب لك برج الدلو يعني حرام لقاط الخطمة وهو مش كويش الدلو مش كوي انت متابعني على الانستجرام؟ راح علي أنا كتير باحبك وأنتي ورهب الله يخليك يا سيدي بنتشرفك ضروري بالله عليك 17-2-83 يلا هلا بنشوف يلا يعني الدلو ماخذ من الحوت آه لأنه كتير قريب عليها آخر يوم هو 19-2 فالحوت بعطيه ممكن إيجابيات شوية يعني الحوت مرتاح كتير ما عنده مشاكل الدلو بدنا نوصيك ما تعمل مشاكل مع أي حدا خاصة الغرباء ما تخالف القوانين ما تدخل بمشاكل قانونية ما تتابع معاملات لها علاقة بالمادة أو بالأمور القانونية فانتبه لهاي المسألة بهذا الشهر لحتى تظل أمورك ممتازة تخرج بأقل الخسائر آخر عشر أيام من الشهر هي الأفضل لذلك أجل القرارات المهمة لهاي الأيام والله هاي رندوش الدكتورة رنذا قم والدة السترهوف بدها تعرف عن برج الحوت الحوت صباح الخير صباح الخير لأحلى رندو مع بعض المصباح الخير الحوت النصف الأول فيه تراجع ومطبات وانتبه لأسرارك انتبه لكون حذر من المفاجآت اللي رح تواجهها بهذا الشهر كل ما يخص السمعة بدك تنتبه له لإلك أو لأحد الأفراد الأسرة الشعور بالكسل وعدم الرغبة بالعمل رح يكون وارد بالنصف الأول من الشهر والنصف الثاني فيه حب وعاطفة وفيه كثير أمور سعيدة رح أخبار سعيدة بما يخص أحد الأفراد الأسرة رح يستلمها برج الحوت ورح يكون سعيد فيها كثير وغير المرتبطين ما زالت الفرصة مناسبة للالتقاء بالشريك المناسب شو عيهابو عننا اتصال عننا اتصال يلا ألو ألو مرحبا ألو مرحبا مسائل الورد أخت نادية مسائل فل كيفك معاك نهاية المجالة من الزرقى مين نهاية المجالة من الزرقى نهاية كيفك ست نهاية يا هلا يا هلا يميت وردة حبيبتي الله يخليكي والله أحلى يوم عندي اللي اسميت صوتك أخت نادية انتي انتي أمر حبيبتنا الله يسعدك الله يسعدك انتي الأحلى والله وميسون كمان منورة حبيبتي الله يسعدك بوجودك الله يسعدك ست ميسون بدي أدخل عن برجي 26 و 5 نعم جوزاء ماخذة من الثور آها بس معلش أسألك سؤال ميسون نعم تفضلي يزيد فضلك اللي بيكون 26 و 28 أو 17 يا هل ترى بيكون مربوط بكوكب زحان شهر خمسة لا بغض النظر أي شهر انتي عم تحكي عن رقم يعني آها هلأ كل الأبراج وكل الأرقام مشمولة بتراجع المريخ ولكن بتفرق من وقت لوقت يعني فيه النص الأول فيه النص الثاني ما في حدا مستثنى شكرا لألك يا نهاية thank you يلا فضل ايش كان برجها قلنا الجوزاء ماخذة من الثور جوزاء جوزاء حكينا اليوم ما حكينا وضا لا ما حكينا شهر مميز وفيه كتير من الحظ للوصول للهدف النصف الأول انتبه لتصرفاتك عدم الدخول بمشاكل بمشاجرات أي تعرض من هذا النوع ممكن يخلي أمورك تتراجع أنت بغنى عن هاي المشاكل بهذا الشهر بدنا نحكي أنه النصف الثاني هو الأفضل على كل المستويات لذلك أجل كل أمورك المهمة للنصف الثاني وعاطفيا عليك الابتعاد عن الأجواء المشحونة واستعادة سعادتك بطريقة أو بأخرى لأنه هي السعادة موجودة ولكن المشاحنات هي اللي عم بتخليك شوي تتراجع وتشعر بالسلبية الأمور ممتازة لغير المرتبطين للالتقاء بالشريك المناسب نقول صباح الخير لركان عبادي عم بسمعنا ركان العبادي جيد مورنين بده يعرف 23-884 23-88 يعني أسد أول يوم بالعذراء عذراء والله أول يوم وما أخذ من الأسد ما أخذ من الأسد طب هاتي نقول له عذراء بسطت أنه عذراء يا يحد أطلب العذراء سكر ذلك عشان هنجد يلا طيب شهر استثنائي لوجود كوكب الزهرة ببرج العذراء ولكن في مماطلة هي صفة هذا الشهر رح تتدايقوا منها بالنصف الأول ولكن رح تشوفوا هاي المماطلة كيف رح تخدم مصالحكم فيما بعد وأنا بنصح كل برج العذراء إذا شغلة مش على مزاجكم وما بدكم ياها ما طلوا فيها ما ترفضوها ما ترفضوها لا لأنه فيما بعد ممكن يكون فيها بعض الأشياء اللي هي مش باينة لألكم بالوقت الحالي ممكن تظهر بشكل واضح وتعرفوا أنه هذا الشيء من مصلحتكم ولو ظلت إنها مش من مصلحتكم بعد المماطلة فيكم ترفضوها بالنصف الثاني من الشهر يعني ممكن المريخ عم بيعاكس اتجاهك هذا بيخليك تشعر بالضغط بالعصبية بالتراجع ولكن الأمور رح تمشي بشكل جيد وما زال الحظ معك والنصف الثاني هو الأفضل على كل المستويات حتى على الوضع العاطفي يعني إحنا بدنا نشكرك كميسون ونشكر إطلالتك الجميلة اليوم حبيبتي بكنا إن شاء الله يتجدد لقائنا إن شاء الله صح الصح صح صح آه صح سيح ماروتنا آه اشتركوا في القناة